موسيقى ناصر مش تعرض التعذيب ناصر تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولكن اللي كيقول هو على لسانه من مكان لإعتقال أو لاختطاف لاختطاف مش إعتقال لإعتقال ولجنا نعطيه التعريف لإعتقال ولكن اللي اختطاف سنلقى اللي يقع له هو الاختطاف أمشى بجميع أنواع التعذيب من هنا حتى الضرب وأشوف إلى حد أنه عنده غراز في الرأس عنده كدمات تحت العينين عنده ظهره كله أسود يعني أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب العكس العكس هو من يدخلوا عليه كان كي يضحك ولكن يا إما التعليمات اللي تعطت لهذاك النس بشي عدوه يا إما عدوه هما من تلقاء أنفسهم لأنهم حاقدين عليه هذا الشيء ليستنتجتنا من خلال ما روى وكاينة قادية ذا راحت الطبيب الشرعية لا أكدك الشيء هذاك في المعتقل أكد أنه تعرض للتعذيب بناء على كلامه هو يقول لك ستعملوا عصى بالنسبة للرأس وحتى الدر الدر ستعملوا عصى وشتعملوا آخر آل حديد هي باش كي يضربوها للوجه ما حنا ما فهمناش ما فهمناش لهذا الناس يعني اللي يوصلوا لهذا الدرجة دي الحقد على من يطالب بمسائل اجتماعية اشتركوا في القناة